تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر لغتنا العربية الجزء الثاني الصف الثالث الدرس السادس عشر المركز الصيفي من الصفحة الثمانون حتى الصفحة التاسعة والثمانون أستمع الأسئلة السؤال الأول ما أنواع النشاطات التي يقدمها المركز الصيفي؟ السؤال الثاني أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة X أمام العبارة الخطأ ألف يسجل الطلبة في المركز الصيفي في بداية العام الدراسي با تنمي نشاطات المركز الصيفي مواهب الطلبة وقدراتهم جيم تقدم المراكز الصيفية البرامج الرياضية فقط السؤال الثالث أوفق بين الطالب والفائدة التي ذكرها للمركز الصيفي الطالب محمد الفائدة تعرف الأصدقاء أو الاستمتاع بالألعاب الرياضية وبرامج الحاسوب أو تنمية المواهب ومشاهدة المسرحيات الطالب زيد الفائدة تعرف الأصدقاء أو الاستمتاع بالألعاب الرياضية وبرامج الحاسوب أو تنمية المواهب ومشاهدة المسرحيات السؤال الرابع السؤال الرابع صيفياً فأي النشاطات ستمارس فيه لماذا؟ أتحدث في السورة الأولى هناك لوحة مكتوب عليها التسجيل في المركز الصيفي وسهم بجانب هذه اللوحة تحت اللوحة عدد من الطلاب والطالبات مصطفين للتسجيل في السورة الثانية عدد من الطلاب والطالبات جالسون يطالعون ويقرؤون الكتب في السورة الثالثة هناك طالب وطالبة يمسكان بالفأرة الخاصة بالحاسوب في السورة الرابعة مجموعة من الطلاب والطالبات منهم من يلعب بكرة القدم ومنهم من يتحدث ومنهم من يغني ويرقص أقرأ المركز الصيفي انتهى العام الدراسي فرح الطلبة بقدوم العطلة الصيفية أسرع إلى التسجيل في المركز الصيفي الذي تقيمه مدرستهم كل عام ليمارس الطلبة فيه نشاطات متنوعة علمية ورياضية وأدبية ودينية اجتمع الأصدقاء وأراد كل واحد منهم أن يذكر الفوائد التي يجدها في المركز قال محمد أتعرف إلى أصدقاء في أجواء هادئة ومريحة قال زيد تساعد نشاطات المركز على تنمية مواهب وقدرات وأقرأ كتبا وقصصا وأشاهد المسرحيات قال عمر نقوم برحلات ممتعة ونلعب ونمرح ونتعرف المواقع الأثارية الجميلة قال ناصر أحب المصابقات الثقافية والأدبية والدينية التي تقدم معلومات مفيدة وأستمتع بالألعاب الرياضية وبرامج الحاسوب التدريبات التدريب الأول أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة الكلمات زيادة المواهب مركزا المفيدة تقيم مدرستنا كل عام فراغ يمارس الطلبة فيه النشاطات فراغ التي تساعد على تنمية فراغ المختلفة التدريب الثاني أضع دائرة حول ضد الكلمة الكلمة الأولى مريحة ضدها إما متعبات أو هادئة الكلمة الثانية مجتمعة ضدها إما متفرقة أو متقاربة الكلمة الثالثة ممتعة ضدها إما كلمة مسلية أو مملة التدريب الثالث أكمل على نمط المثال المثال موهبة مواهب منطقة فراغ فراغ مواعظ منزلة فراغ التدريب الرابع أصل بين ما في العامود ألف وما يتمم معناه في العامود با على نمط المثال أحب المصابقات الثقافية في العامود ألف كلمة أزور في العامود با النشاطات المتنوعة أو الكتب المفيدة أو المواقع الأثرية العامود ألف كلمة أمارس في العامود با النشاطات المتنوعة أو الكتب المفيدة أو المواقع الأثرية في العامود ألف كلمة أقرأ في العامود با النشاطات المتنوعة أو الكتب المفيدة أو المواقع الأثرية التدريب الخامس أكمل على نمط المثال المثال شاهد مشاهدة غادر فراغ فراغ مساعدة سابق فراغ فراغ مقابلة التدريب السادس أضع ذلك أو تلك في الفراغ على نمط المثال ذلك طالب تلك طالبة فراغ معلم فراغ معلمة فراغ عمي فراغ عمتي فراغ أبي فراغ أمي فراغ ولاد فراغ بنت أكتب أولا أملأ الفراغ على نمط المثال المثال أسرع العمال إلى المصنع أسرع إلى المصنع زار الأطفال الحضيقة المرورية فراغ الحضيقة المرورية لعب الأولاد في الملعب فراغ في الملعب اشترك الطلاب في المصابقة الدينية فراغ في المصابقة الدينية ثانيا أكمل الكلمات بشكل الهمزة المناسب همزة على سن أو همزة ثم أعيد كتابتها الكلمة الأولى السماء فراغ الكلمة الثانية الرساء فراغ لو الكلمة الكلمة الثالثة الطا فراغ رات الكلمة الرابعة الما فراغ ثالثا أعيد كتابة الكلمات منتبها إلى الحرف الذي يلفظ ولا يكتب الكلمة الأولى إلهي الكلمة الثانية لكن الكلمة الثالثة ذلك الكلمة الرابعة هذا الكلمة الخامسة الرحمن رابعا أكتب بخط جميل تساعد نشاطات المركز على تنمية مواهبي أحب المصابقات الثقافية والأدبية والدينية التي تقدم معلومات مفيدة خامسا الإملاء المسموع يمل المعلم على الطلبة فقرة تخدم مهارة الكتابة انظر دليل المعلم ملحق خمسة نصوص الإملاء المسموع أنشد العطلة الصيفية هذا وقت العطلة أقبل فيه لقاء للأحباب هيا نلعب هيا نمرح هيا نركض نحو الغاب ما أحلى أيام الصيف العطلة حلت كالضيف فيها يجتمع الأصحاب يزهون كألوان الطيف ونزور ربوع بلادي لنشاهد أبهى الألوان هيا هيا يا أصحاب لنردد أحلى الألحان نشاط أكتب جواب اللغز في الفراغ المقابل اللغز الأول البيت الذي لا يسكن فيه أحد الجواب اللغز الثاني الشيء الذي كلما أخذت منه كبر الجواب اللغز الثالث الشيء الذي له أربع أرجل ولا يمشي الجواب اللغز الرابع الشيء الذي نراه في الضقيقة مرتين وفي القرن مرة واحدة الجواب اللغز الخامس الشيء الذي يخترق الزجاج ولا يكسره الجواب اللغز السادس الشيء الذي يحمل قنطارا ولا يستطيع أن يحمل مسمارا الجواب الجواب